اهلا بكم بدأ تصويت اليوم الاثنين في استفتاء على الاستقلال تنظمه حكومة كردستان العراق رغم تهديدات من جلان الأكراد ومخاوف من أن يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار والعنف في الشرق الأوسط وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المحلي على أن تغلق في السادسة مساء وستعلن نتائج النهائية خلال 72 ساعة وستكون على الأرجح نتيجة الاستفتاء تصويت الأغلبية بنعم على الاستقلال ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار على انفصال المنطقة المنتجة للنفط وقالت مفاوضة الاستفتاء إن التصويت متاح لكل سكان المسجلة أسماؤهم من الأكراد وغيرهم في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية في شمال العراق ولا تقل أمرهم عن 18 عاما وتقول المفاوضية إن عدد من يحق لهم التصويت هو 5.2 مليون شخص بينهم المغتربون الذين بدأوا في الإدلاء بأصواتهم إلكترونيا قبل يومين ويجب على الناخب الرد بنعم أو لا على سؤال واحد في ورقة الاقتراع كتبت باللغات الكردية والتركية والعربية والأشورية وهو هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة ويجرى الاستفتاء رغم ضغوط دولية شديدة على البرزان لإلغائه وسط مخاوفة من أن يؤدي إلى المزيد من الصراعات مع بغداد ومع إيران وتركيا القوتين المجاولتين للعراق بالنسبة إلى تركيا وأعتبر هذا الاستفتاء تهديداً لأمنها القومي الحقيقة أنا لا أتفق مع هذا التصور ولسنا تهديداً لأمنها القومي وخلال 25 السنة الماضية أثبتنا لتركيا ولكل الجيران الآخرين بأننا عامل الأمن والاستقرار ولسنا عامل تهديد وسنكون كذلك عامل استقرار وتفاهم وتعاون